اشتركوا في القناة بدءا من محمد علي وابراهيم باشا والامير توسم مرورا بعباز حلمي الاول واللي كان له دور كبير جدا في الحفاظ على الناس للخيول المصرية وكان ايامه فنم ويعتبر مؤسس مملاكة الخيل المصرية الحديثة في مجموعة فنم من اللوحات الفنية تم رسمها بوسط فنانين فرنسويين تم استخدامهم بوسط محمد علي لتوسيق تلك الفترة بالاضافة فنم لعدد من المراجع بتتكلم على الشخصيات البرزة اللي كانت موجودة في عصر وصلة محمد علي كان اهمها عباس حلمي الاول بالاضافة لالهامي بيه ابن عباس حلمي الاول واللي كان وصلت فنم عدد الخيول في استبلاطو 2825 فرص بالاضافة فنم للدور العظيم اللي لعبه علي باشا الشريف اللي استمر في تربية الخيول لمدة 40 سنة وانتج ما يقرب من 400 فرص بالاضافة فنم للدور اللي لعبه محمد علي باشا في تدوين كل ما يختص بالخيل العربي المصري وكان له عدد من المؤلفات كان اهمها فنم رسالة في الخيل ورسالة في خدمة الخيل والعنابي وأسان سياتك فنم في تفقد القسم تاني القسم التاني فنم بيتكلم على تاريخ الخيل العربي المصري داخل فنم الخيل العربي المصري داخلت الخيل فنم لمصر في 1780 في عصر الدولة الوسطى في آخر عصر الدولة الوسطى المصريين فنم ارتبطوا بالخيل جدا لدرجة انهم كانوا بيقتنوا احسن السلالات بالاضافة فنم كان فيه مقولة لرمسيس التاني انه هو اللي استقدم الخيل من الصحراء وقام على تربيتها وتدريبها بالاضافة فنم عندي هنا عندنا فنم هنا الجواد العربي النظير وده كان يعتبر ابو الخيول المصرية وعميد عائلة الخيول الملكية وده كان من اشهر الخيول في القرن العشرين واكثرهم فحولة وانتج عدد من الفحول ما زال مربي الخيل بيبحث عنه حتى الان فيها فنم عندنا شهادة النسب الاصلية وده عمرها الف تسعمية من الف تسعمية اربعة وتلاتين بالاضافة فنم لشهادة نسب الاب بالاضافة لكتاب فنم بيتكلم على سجل انساء بالخيول العربية في الجمهورية المتحدة اخر تحديث ليه الف تسعمية اربعة وعشرين بعد كده فنم ده كتاب امريكي بيتكلم على الخيول المصرية بالاسماء بعد كده فنم كتاب اسمه استبلاط حمدان وبيتكلم على اهم الخيول اللي كانت مجودة في الاستبلاط وكان طبعا من اهمها الحصان نظير هسان سياتا كماناش فنم القسم الاخير القسم الاخير فانم بيتكلم على شهادات ميلاد وانساب الخيل العربي المصري كان فيه بعض الاشتراطات وضعتها الجمعية الزراعية الملكية اللي هي مزرعة الزهراء الان ان لازم يكون الخيل عشان انسب خيل لازم يكون باحصان طلو لازم خالم العيوب الوراثية متناسب الاعضاء جميل الراس وده سياتاك مجموعة من شهادات النسب الخيول بيعود بعضها لسنة 1916 موتا واجدة فنم امام حضرت واي اوامر فنم